في ظل الأزمة الديبلوماسية التي يعيشها مجلس الأمن على خلفية عدم التمكن من إصدار قرار موحد ضد سوريا بسبب الرفض الروسي والصيني لهذا الموضوع فند السفير الروسي في المجلس المشروع الذي قدمته بلاده ورغبتها بأن يتم التوصل إلى حل يقضي بوقف العنف لن نغير أو نعدل في مشروع القرار الذي قدمناه ليصبح نسخة تتعارض مع ما تم تقديمه إن كانوا يتوقعون مننا إلغاء ذكر العنف أو التوصية بضرورة الإمداد بالسلاح فهذا لن يحصل لأننا رأينا ماذا تعني التدخلات العسكرية في ليبيا لن نخرج بصيغة تتحدث عن عقوبات صارمة لكننا نسعى لأن نجد من خلال المفاوضات أي صيغة تتحدث عن التعاون والحوار مع السلطات من أجل وقف العنف من الناحية الإنسانية وأبدأ سفير تخوفه من أن يكون التفجيران في سوريا من شأنه ما عرقلت عمل اللجنة العربية معتبرا أن ما يحصل من عنف في سوريا غير مقبول وواجب العمل للحد منه وكانت روسيا قدمت نسخة معدلة من مشروع قرار إلى عضاء مجلس الأمن لكن ألماني اعتبرت أنه لا يكفي لإزالة مخاوف الدول الغربية من تصاعد العنف في سوريا وقال ديبلوماسيون غربيون أن مشروع القرار الروسي الجديد يدعو مجلس الأمن إلى الترحيب بقرار سوريا توقيع بروتوكول المراقبين لكنه لا يتضمن ضعما للعقوبات العربية ضد دمشق